سؤال أخر الشيخ الجوهري في معراب عند الدكتور سامير جعجع ويعلن ترشيحه عن المقعد الشيعي مع حزب القوات اللبنانية وين؟ ببعلبك ببعلبك يعني بمطقة البعبة ببعلبك يعني اللي حصل مع محمود عواد بجبال سيتكرر مع الجوهري وبرأيك لماذا أقدم على هذه الخطوة يعني هون إذا بدك بعقر دار السناء الشيعي ما بعرف أنا مشايخ بخاف منهم ما بعرف إذا كانوا في شي تحت الطاولة فيه فقط طب ما بعرف مش عم بيحكي عنه يعني فيه ناس بتشتغل تحت أنا ما بيشتغل تحت الطاولة أنا شغري كله فوق الطاولة من تحت ما بيشتغل لاحظة لاحظة ما بعرف ما بعرف بس بانهلالين الوحيد اللي بيشتغل من تحت هو أنت يعني هذيك الأبيض البشرية اختصاصك الطبي كله الشغل من تحت مضبوط لكن هيدا لإفادة الشباب واللي عندهم مشاكل جنسية ولحتين نفيد كمان النسوين يعني هيدا الأمور موضوع آخر بس أنا بالسياسي ما بيشتغل لا من تحت ولا بيشتغل من وراء الظهر أنا واضح طب شو أصدق؟ هيدا اللي بيخلي الناس تكترمين طب لا 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 المحق إلى هذا الموضوع ما عم بيحكي عنه شخصيا بس أنا ما بعرف ما يعني أنا بحب الرجال الدين يكونوا بعاد عن السياسي يعني بس يفوتوا بالسياسي بصيري عندي طب برأيك برأيك لماذا أعلن ترشيحه عن القوات الابنينية؟ شو الهدف؟ ما بعرف بك تسأله إليه؟ عمين محسوب الجوهرين؟ ما بعرف صوديقي بس ما بعرف بس عمين محسوب سياسيا معروف بيعادئو للسناء الشيعي وتحديدا لحزم الله لا ما تشد إيدك كثير ويتهموه إنه هو سفرات ما بعرف يعني أنا صوديقي هم شمع شيخ تفايلي إلى حد ما؟ والله ما بعرف مع مين بس بس سألت لي ما تشد إيدك كثير أنا مع رجال الدين ما بحبهم يكونوا بالسياسي بس يفوتوا بالسياسي بصير عندي كذا علامة استفهم عليهم ما علاش مثل حسن زعيطير شو جيبوا على جباله وكسروان معقل المارونية طيب هيدا مترشح بمنطقته هيدا بمنطقته ما حسن أقول لك أنا الرجل الدين دايما عندي هاكي نقزي منه إذا بدوا يشتغل سياسي بيصلي بصلي وراه أنا ما عندي مشكيل بس إنه يشتغل سياسي بصير بحط مئة علامة استفاهم سؤال أيضا ألا في أسئلي أسئلي وفي أسئلي مع صور وفي أسئلي مع فيديوين مون إدي الله يرحم وكان دايما بصف المعارضة وكانت الحكومات والنظام آنذاك دايما يعاقب المنطقة لأنه هو معارض منشان هك كان فيه كتير حرمت المنطقة كتير حرمان وحرمان واضح لسيما بمنطقة الوسط والجروط علاق الحرمان اللي اتعرضت له منطقة جبال برأيك لأنه كانت موالي أو في جزء مننا كبير موالي للعميد ريمون إدي لأنه كان معارضة هو كان جريء الله يرحمه ريمون إدي كان جريء وكان واضح وكان صادق هذا ما بيمشي بالسياسي اللبناني للأسف كان يعاقب لأنه كان ضد السرقة وضد النهب وضد الغلط يعني الفساد الموجود دايما يعاقب وتعاقب المنطقة على حساب لأنه هو وجه المنطقة بالفترة اللي ما كان هو في كان في كتير نواب من الكتلة الدستورية لفترة طويلة لماذا عقبت المنطقة كمان؟ ما هو العقاب يعني ما مستمر أواتب بيخرقوا شوي بس بجمالا يعني أياميها ما كنت بتعرف بلاد الديبي لأنه حتى الأرض الطرقات اللي بتمشي عليها ما بتمشي عليها سيارات إذا بدون يتنقلوا يتنقلوا على الدواب هذه استعملت ضده بشكل كتير كبير للعميد قدي الله يرحمه لما قام بهذا التوصيف صحيح هذا التوصيف لا هو معه حق فيه لأنه هذه الطرقات لا تستاهل أنه تقدر تمشي عليها السيارات يمشوا عليها بالدواب أنا بتذكر الله يرحمه الدكتور الشيمي كان عندنا مستوصف بالضيعة كان يطلع أسبوعيا على المستوصف وعندنا وبالإيسا وهان وهان وبكل مناطق أوقات يبعطوا له حمارة لأنه يقدر يفوت لأنه التلج طرقات لم يفتحوها وطرقات ضيقة بقى هيدا الكلام من وراء شو؟ من وراء حرمان لأنه كان معارض ترجمة نانسي قنقر